هذا السال يقول من هم الذين سيدخلون الجنة بغير حساب وما هي صفاته النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث سبعون ألفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب فبعدما قال ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فاختلف الصحابة في من هم فبعضهم قال بأن هؤلاء هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ومنهم من قال بأن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يعرفوا غير الإسلام وعبدوا الله وماتوا على ذلك اضطربت الأقوال عند الصحابة فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما سألوه قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أي هؤلاء الذين هم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ولا يتطيرون التطير الذي كان في السابق كانوا يجعلون الطير أمامهم فإذا طار عن يمينهم فإنهم يتفاعلون وإذا كان عن شمالهم فإنهم يتشاؤمون فكانوا يتطيرون هذا التطير له صور كثيرة اليوم كما لو أن الإنسان يتطير بنجم معين أو في يوم معين ونحو ذلك من الأمور التي يتشاؤم الناس منها أحيانا تشاؤمون من بعض الأرقام فإنه إذا تله رقم معين فإنه يتشاؤم منها كما هو الحال بالنسبة لبعض الأمم فالمسلم لا يتطير وكذلك لا يسترقي ما معنى لا يسترقي أن يطلب الرقية فإنه لا يطلب الرقية من الناس وإنما يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى فبهذه الصفة فإنه يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى يرفع يديه إلى السماء ويقوم بالتوجه إلى الله ولا يقوم بسؤال الناس حتى ولو كان الرقية وإن كانت الرقية هي من الأمور المباحة ولكن مع ذلك هو لا يطلبها فلذلك فرق العلماء بين من يسترقي وهو الذي يطلب الرقية وبين من يرقى عليه كما لو أن أحد رقع ابنه أو ابنته نحو ذلك فهذا جائز أما الاسترقاء فإنه مكروه لا نقول بأنه حرام وإنما هو مكروه تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى أنه لا يسترقي كذلك ولا يكتوون الكيء آخر الدواء وهنا نقف وقفة يسيرة الشريعة الإسلامية دائما تجعل التدخل الجراحي آخر شيء فإذا كنت لا قدر الله مريضا بأي مرض من الأمراض فأخر التدخل الجراحي وإذا كان هناك سبيل لتجنب التدخل الجراحي فاتخذه ما استطعته لذلك سبيلا وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان قدر المستطاع يؤخر الكي و الكي نوع من أنواع التدخل الجراحي الذي يكون على قطع بعض العروق أو نحو ذلك فإنه يكون تدخلا جراحيا دائما يؤخره وردت قصص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فكانوا منذ القدم يعرفون الطب بل أن الأطباء في زمن عيسى عليه السلام قد وصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه علم الطب حتى أنهم لم يصلوا إلى إحياء الموتى فقط هذا الذي لم يصلوا لي ولم يصلوا إلى إبراء الأبرص والأكمة فهذه فقط الأمور التي لم يصلوا إليها أما بقية الأمراض فإنهم كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الطب فلذلك كانت معجزته في أنه يحيي الموتى بإذن الله و كذلك يبرو الأكمة والأبرص و ذلك كله بإذن الله لكن أن الطب كان عندهم متقدم جدا إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمن قريب من ذلك الزمن الذي فيه التقدم الطبي و مع ذلك فالإنسان قدر المستطاع يؤخر هذا التدخل الجراحي ما استطاع لذلك سبيله النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعون ألفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب هل العدد هنا يعتبر عدد مقصود أو عدد غير مقصود هناك اتجاهان للعلماء بالنسبة للعداد الموجودة فبعض الأعداد يقولون بأنها من عادة العرب أنهم يذكرون أعداد غير مقصودة ما معنى ذلك عندما تلتقي بشخص تقول لها حاولت أن أتصل بك سبعين ألف مرة و لم أستطع أن أصل إليك فهنا يعرف من ذلك أنك تريد المبالغة فيسمى هذا في اللغة العربية العدد غير المقصود فهل هذا يعتبر عدد مقصودا و غير مقصود قولاني العلماء في هذه المسألة فمنهم من يرى بأنه مقصود و منهم من يرى بأنه المقصود و منه الكثرة و ليس العدد فإنه يعتبر عدد غير مقصود قولاني موجوداني للعلماء في هذه المسألة فهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا إعقاب ترجمة نانسي قنقر